عقد محافظ جنوب سيناء خالد فوداء اللقاء الشعبي للحوار المجتمعي لتطوير وتنمية منطقة الرويسات تحت شعار دائما مصر أولا ذلك خلال اللقاء أكد محافظ جنوب سيناء أنه سيتم نقل المنطقة نقلة حضرية والعمل على تحويلها لمنطقة راقية وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة هذا وقد استعرض اللقاء شرحا مفصلا لمخاططة تنمية عمرانية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ والذي يشمل مناطق إسكان مختلفة لأكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ومئة وعشرين منزل بدويا كمرحلة أولى ومرافق ومدارس تعليم أساسي وثانوية وخدمات مختلفة